سؤال القبول يا عباد الله يتضمن كمال الافتقار إلى الله فلاحظوا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل كان في أهم عمل وأشرفه في بناء البيت العتيق الذي جعله الله تعالى قياماً للناس كما قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس أي تقوم به مصالح دنياهم وأخراهم بني هذا البيت العظيم وأقاماه على نحو ما أمر رب العالمين فكان همهما أن يقبل الله تعالى ذلك منهما في تمام الافتقار إليه وكما للإقرار بالمن والإحسان منه جل فعلا فهو الذي يتفضل على العبد بالعمل الصالح والله لو لالله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فنعمة من الله أن يسر لك صالح العمل فإذا يسر الله لك ذلك فارقب قبول ربك جل فعلا فلو عمل العباد ما عملوا من البر وصالح الأعمال فليس بهم عن رحمة الله وبره وإحسانه غنى